السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله اليوم هشارك معاكم خمس نشاطات ممكن تعملوها مع اولادكم في مرحلة الروضة وانتو بتحفزوهم صورة الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم اول نشاط هو نشاط بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ اول صورة في القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم واحنا دايما لما بنبدأ القرآن بنبدأه بقول بسم الله الرحمن الرحيم فده بيعلمنا ايه بيعلمنا ان احنا لما نبدأ اي شيء نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم ولما بنعمل كده بنطلب البركة من الله سبحانه وتعالى بنطلب منه الهداية بنطلب منه العون وده برضو بيحمينا من احنا نعمل حاجة غلط احنا عمرنا ما هنقول بسم الله قبل ما نضرب حد ولا ناخد حاجة مش بتاعتنا ففي النشاط ده انا عملت ورقة عليها اربع صور وفي كل صورة بتبين غرفة معينة في الغرفة دي هتلاقي فيه بعض الاغراض انا اللي حطتها بحيث ان احنا نقدر نناقش مع اطفالنا ايه هي القوضة دي ايه تفتكروا النشاط اللي كانوا بيعملوه في الغرفة دي النشاطات دي لما عملوها بدأوا بقول ايه يعني مثلا هتلاقي فيه صورة بتبين غرفة الطعام او السفرة هتلاقوا ان فيه اكل محطوط وكده فنبدأ نسأل الطفل انت شايف ايه تفتكر دي غرفة ايه اه طيب هم حطين اكل تكره هم بدأوا قبل ما يطبخوا يقولوا ايه لما حطوا الاكل في الاضباء لما صبوا الاكل في الاضباء قالوا ايه لما ابتدوا ياكلوا قالوا ايه وهكذا ونمسي ايه صورة صورة بحيث ان الطفل على نهاية النشاط ده يفهم ان ايه بنبدأ كل نشاطاتنا كل افعالنا بقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم بعدين عندنا بقى النشاط التاني النشاط التاني ده هو نشاط الحمد ربنا سبحانه وتعالى في صورة الفاتحة بعد اول اية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاول حاجة اه بنبدأ ببسم الله ثم نقول ايه الحمد لله والمسلم احنا كمسلمين بنقرأ صورة الفاتحة على الاقل سبعتاشر مرة في اليوم في صلواتنا وفي كل مرة بنقرأ صورة الفاتحة بنقول الحمد لله رب العالمين فاحنا بنحمد ربنا على الاقل سبعتاشر مرة كل يوم فاحنا عايزين بقى نعود اولادنا على فكرة الحمد فكل يوم كده كل ما تلاقي فرصة تعود كده مع اطفالك وتقولي يلا نحمد ربنا سبحانه وتعالى على ثلاث حاجات في حياتنا فايه تبتأي تقولي مثلا الحمد لله احنا عندنا بابا الحمد لله على ماما وهكذا انتي تقولي وابنك او بنتك تقول كل واحد يقول ايه ثلاث حاجات وده يعلمنا ايه يعلمنا طبعا ان احنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعم التي لا تعد ولا تحصى وده حيكون علي اثر كبير علينا لان ربنا حيبرك لنا في النعم اللي عندنا وبرضو ايه الله سبحانه وتعالى قال في سورة ابراهيم ولئين شكرتم لأزيدنكم فبرضو لما نشكر الله سبحانه وتعالى ربنا يزدنا في النعم اللي عندنا ثالث نشاط هو برضو بيكمل على فكرة الحمد بس ايه من ناحية مختلفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس فهنا نبتدي نفهم الطفل انه من طرق ان احنا نبين الحمد او نحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا نشكر الناس اللي بتعمل لنا خير فنبتدي نتكلم نسأله من الناس اللي بتعمل لنا خير فممكن مثلا يقول بابا ماما جدو المعلمة بتاعتي دكتور قاري صديقي وهكذا ونسأله طب هما ازاي بيعملونا خير ايه الحاجة اللي بيعملوهن فممكن مثلا ممكن يقولوا ايه بابا بيشتغل ويتعب عشان يجيب لنا اكل جدو جدو تيتا بياخدوا بالهم مني لما ماما بابا بيروحوا مشوار مثلا معلمتي بتديني دروس مفيدة بتعلمني القرآن او بتعلمني اللغة العربية وهكذا وبعد كده ايه نسأل طيب ازاي ممكن نشكرهم فطبعا نعلمهم ان ابسط شيء هو ان الواحد يقول ايه جزاك الله خيرا على كل هذا او جزاك الله خير على هذا العمل فممكن نعلمهم بس انهم حتى يقولوا ايه كلمة الشكر دي برضو ممكن الانسان يبين شكره بايه ان احنا نعملهم هدية صغيرة او نساعدهم في حاجة هما محتاجين مساعدة فيها ونناقش الموضوع ده مع طفلنا وكذا وبعد كده بقى ايه نقوله يلا نختار بقى شخص واحد نحب نقوله ايه شكرا ونجهز معاه الحوار او نجهز معاه الهدية اللي ايه نستعملها او هنهديها عشان نقوله ايه شكرا فمثلا كفكرة بسيطة ممكن تعمله كارت مكتوب عليه شكرا الطفل يلونه ونكتب عليه اسم الطفل ايه ونهديه للشخص انا هحطه في صندوق الوصف بعض الروابط لايه لكروت ممكن طبعتها على طول وايه وتلونها مع اطفال رابع نشاط بيركز على فكرة ان ربنا رب العالمين وربنا هو اللي خالق كل شيء وربنا خلق كل واحد فينا مختلف عن التاني فبنفهم طفلنا ان هو ربنا خلق ومميز بايه ان هو عنده اسمه بالعنوان بتاعه بالتليفون بتاعه وما فيش اي حد في العالم عنده البيانات دي زيه وبعد كده ممكن تستخدمي الورقة اللي موجودة في صندوق الوصف وتمليها مع طفلك تكتبي فيها اسمه وعنوانه ورقم تليفونه وتعلقيها في مكان بحيث ايه ان انتي ممكن تراجع المعلومات دي بصورة دورية مع طفلك انا انصح ان انتي تحاولي تعملي زي اغنية وانشودة عشان ايه يحفظ رقم تليفونه ويحفظ عنوانه بسهولة باذن الله وبرضو ايه ممكن تفاهمي طفلك في ايه الظروف اللي ممكن يحتاج ان يقول فيها البيانات دي يعني مثلا لو لقدر الله حصل ظرف طارق بعد الشر ضاع او كده في هذه الحالة لازم ايه يقول بياناته عشان ايه باذن الله يدر ايه يرجع للبيت تاني لما طفلك بقى يحفظ المعلومات دي انتي ممكن بقى تبتدي تعلميه ازاي يكتب اسمه فممكن تبدأي ان انتي تعملي زي كروت صغيرة مكتوب فيها حروف اسمه ويتعلم انه هي يركب الحروف دي او يرتبها بحيث ايه يكون اسمه وبعد كده ممكن بقى تكتبي اسمه على ورقة وايه وهو يقوم بتكرار كتابة اسمه لغاية ما ايه يحفظه باذن الله اخر نشاط هو نشاط الاستعانة بالله في صورة الفاتحة في الايات الاخيرة من صورة الفاتحة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فهنا بنطلب العون من الله سبحانه وتعالى هنا بقى هنعلم الطفل الفكرة دي باستعمال بعض الدمى ونعمله ايه زي سيناريو كده فدلوقتي مثلا هنجيب عرستين من عرائس اطفالنا المحببة ونبدأ ايه عندنا اربع سيناريو هاتس اول سيناريو هتاخدي واحد من العرائس دي لو هو لي اسم استعملي اسمه او لو ايه مالوش اسم سمي اسم انا هسميه مثلا حسن هنقول مثلا في السيناريو الاول حسن مريض اوي عمال يكوح بيعتص عنده حرارة قعد على السرير ومش قادر يلعب مع اصحابه نسأل بقى الطفل تفتكر حسن حاسس بايه طب تفتكر حسن المفروض يعمل ايه فنناقش بقى مع الطفل ان حسن اكيد حاسس انه زعلان ومتعب وايه يعني اكيد متدايق وبعد كده نشرح له ان المرض ده اختبار من الله سبحانه وتعالى عشان نبقى ايه نبقى عندنا صبر وان احنا نطلب العون من الله سبحانه وتعالى وبعدين نشرح ان اسم من اسماء الله الحسنة هو الشافي فالصح ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى باسمه الشافي ونقول يا رب انت الشافي يا رب شفيني وعافني واهديني للحاجة اللي اعملها اللي تخلي صحتي احسن وبعد كده ايه المفروض حسن يسأل مامته وبابا يسأل اخواته يسأل الدكتور ايه الحاجات اللي ممكن يعملها علشان يتحسن ياخذ بالاسباب يعني وبعدين ياخذ الدواء يقول كويس يستريح وهكذا في السيناريو التاني عندك حسن ضيع اللعبة بتاعته ضيع العربية بتاعته عمال يدور عليها ومش لقيها فنسأل الطفل تفتكر حسن حاسس بايه طب تفتكر حسن المفروض يعمل ايه فنناقش برضو مع الطفل ان حسن اكيد في الزعلان متدايق حاسس انه هو يعني ازاي اللعبة ضاعت متدايق فنبتدي نبينه انه برضو الاختبار ده اختبار من عند الله سبحانه وتعالى عشان نصبر وان احنا المفروض في الموقف ده ايه نستعين بالله ونطلب العون منه فندعو مثلا باسم الله العليم نقول يا ربي يا عليم اهدني لمكان اللعبة واسعى بقى وحسن المفروض يسعى انه يدور على اللعبة ممكن يسعى الاصحاب ويساعدوه يدوروا على اللعبة وهكذا وان شاء الله ايه يليه في السيناريو التالت بقى مثلا هنجيب عروسة مختلفة نسميها سارة فسارة دي مثلا عندها صعوبة نها تتعلم ازاي تركب العقلة ممكن تنقي حاجة تانية مثلا طفلك عنده صعوبة في تعلمها يعني فمسلا هنقول ايه صارة عندها صعوبة انها تتعلم العقلة كل شوية تركبها وتقع تركبها وتقع فتفتكر صارة حسة بايه فهنقول انها حسة حسة بالإحباط حسة انها متضيقة فهنقول انه برضو ده اختبار من الله سبحانه وتعالى علشان تصبر وتطلب العون من الله سبحانه وتعالى وبعدين نبتدي نقول ان احنا ممكن ندعو باسم الله سبحانه وتعالى القادر يا رب انت القادر على كل شيء يا رب اعيني ان انا اتعلم ازاي اركب العقلة وبعد كده صارة لازم تاخد بالاسباب فلازم تثابر وما تستسلمش وتسأل وتتعلم من ناس عارفين يركبوا العقلة وان شاء الله هتتعلم في السيناريو الرابع هنقول ان صارة عندها صعوبة انها تنام في عاصفة هي شايفة البر وسمع الرعد فمش عارفة تنام فنناقش مع الطفل تفتكر صارة بحسة بايه طب تفتكر صارة المفروض تعمل ايه فنقول مثلا اه صارت لها حسة انها متوترة خايفة وده بردو اختبار من الله سبحانه وتعالى عشان تصبر وايه وتطلب العون من الله سبحانه وتعالى وبعد كده ممكن نقول انها ممكن تطلب وتدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الحفيظ فهي تدعو الله يا رب انت الحفيظ احميني يا رب احميني يا رب وبعدين تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يهدي بالها يا رب اهدي بالي يا رب اهدي بالي ويهديها للحاجة اللي ايه تهدي بالها وبعد كده صارة ممكن مثلا تروح تنمى حد من اخوتها تروح تقول لمامتها وباباها وهكذا وربنا ايه يحميها وهدي كده بقدمت لكم خمس نشاطات ممكن تعملوها مع اولادكم وهما بيحفظوا ايه صورة الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انتظار